وسط جثامين شهداء من أفراد عائلتها أقدمت طفلة فلسطينية على طلب الاستغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني بعد أن فتحت قوة الاحتلال النار على سيارة تقلها وأفرادا من أسرتها يأتي ذلك فيما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلا أن مصير طاقم إسعاف أرسلته لإنقاذ الطفلة ذات الستة أعوام لا يزال مجهولا خذيهني تعالي أذي أخذك مأساة إنسانية جديدة في غزة مصير مجهول لطفلة فلسطينية مذعورة استغاثت بالهلال الأحمر الفلسطيني واستجثت أفراد من أسرتها في سيارة قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة الطفلة الفلسطينية هند رجب طلبت من الهلال الأحمر الفلسطيني الحضور لإنقاذها بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على أفراد أسرتها ولكن بعد أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة لم تعود الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلاً صوتياً لجانب من محادثات هاتفية بين هند التي تبلغ من العمر ست سنوات على مدى ثلاث ساعات مع فريق مركز الطوارئ بالهلال الأحمر الذين أرسلوا فريقاً لإنقاذها واضطر الفريق للانتظار لحين هدوء القتال بالمنطقة حتى يتمكنوا من انتشالها لما تسمع صوت عمير تجف وكمان حزين وبنفس الوقت عنده أمل وأنه بده اطمأنينة بالتحادل ينقذه وإنت بالنهاية عاجز أو بالأحرى بصراحة شعرنا أنه إحنا مشلولين مش بس عاجزين لأنه إحنا تخيلنا وإطناء الحكي لما عدنا أنه البيئة اللي كانت هي متواجدة فيها عندك هي داخل سيارة مع سجدة شهداء دم صوت دبابات صوت الطيران صوت الرصاص أحيانا لما تكرب الدبابة تتحرك نحيتها تتصرخ تعيت وأصعب موقف كان لما حكيت للدبابة إجت إجت مشت وقطع الاتصال أنا هون بصراحة فكرت أنه خلاص أن الدبابة يعني طلعت عليها فهون جتني حالة بصراحة من انهيار البقع من أنه مش كتير دايما بحاول أكون قوي قدر الإمكان وعلى الرغم من أن الهلال الأحمر قرر أن الوضع آمن بما يسمح بإرسال سيارة إسعاف بعد أربع ساعات من بدء المكالمة إلا أنه سرعان ما فقد الاتصال بها بل فقد الاتصال أيضا مع طاقم سيارة الإسعاف المؤلف من فردين وكان أول من تحدث مع الهلال الأحمر فتاة تدعى ليان حمادة وتبلغ من العمر خمسة عشر عاما وهي إحدى قريبات هند وكانت محاصرة معها في نفس السيارة بالقرب من محطة بنزين في مدينة غزة مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية والجنود وقال الهلال الأحمر إن ليان وخمسة آخرين من أفراد الأسرة لاقوا حتفهم وبقيت الناجية الوحيدة وهي هند على الهاتف تتحدث مع رنى الفقية وأقصائي الدعم النفسي لمدة ثلاث ساعات محاولين تهدئتها بينما كان يقومان بالاستعدادات لإرسال سيارة إسعاف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ضلت معها على الخط تحاول تهدئها لكن الطفلة عاشت أجواء من الرعب ما في أي كلمات ممكن توصفها كانت تحكي الدبابات قربوا علي بتخوا علي تعالوا سعدوني كانت تترجى الطاقم بكل مرة تعالوا سعدوني تعالوا سعدوني بهالوقت بسبب عدم قدرة طواقمنا الوصول للمكان كونها منطقة بيقوم الاحتلال بإطلاق النار على كل من فيها التساؤلات كثيرة هل تمكنوا من إنقاذ الطفلة هند هل لازالوا على قيد الحياة هل هم الآن قيد الاعتقال إحنا بحاجة لإجابة لحتى نعرف مصير الطاقم المفقود ومصير هند ويواجه عمال الإنقاذ الفلسطينيون قرارات مستحيلة في غزة بعدما يقرب من أربعة شهور من العدوان الإسرائيلي المكثف والقيود المشددة على حركتهم وتكرار انقطاع الاتصالات الهلال الأحمر الفلسطيني ناشد المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير هند وعن مصير طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي لا يزال مصيره حتى اللحظة مجهولة ترجمة نانسي قنقر